من ضمن الاسئلة كنت عاوز اعرف مرتبات المدارس الخاصة بتكون كامل المدرسين على حسب المكان يعني مثلا لو انت في عين شمس او المطارية ده مثال فقط ممكن تبقى مرتبات من الف ونص الفين الفين ونص وهكذا او ممكن توصل تلات تلاف في مناطق زي التجمع المدن الجديدة ممكن توصل الى من اربعة تلاف الى سبعة تلاف ونص او ممكن اكتر طبعا مدارس الانترناشنال مدارس الدولية لاستاندر التانية في مدارسين ان شاء الله ممكن يوصل له خمستاشر عشر الف جنيه ولكن طبعا ده بيعتمد على مستواهم في الانجليز حاجات كتيرة جدا جدا بتفرق في هذا الموضوع والارزاء على الله دايما اغلبات المدارس بتخلي الكاتجري او المرتبات قليلة لانهم عندهم اعتقاد بانه هيلم ده من فلوس التدريس فضعوا ده في الاعتبار وربنا وفقك واكتبوا كل حال كامعاكم وصف عضيس شارع تدريب وتطوير لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد وفي حالة وجود اي استفسارات يمكن نرد عليها في التعليقات على الصف هنسمع فيسبوك مصطفى عاطية اكتبونا في التعليقات يا ترى ايه هي مرتبات المدارسين في المنطقة بتاعكم اشتركوا في القناة